من اكبر كوارفنا في مصر الغياب شبه الكامل لدولة القانون في اي حكم عسكري واحنا الحمد لله وبفضله في حكم عسكري من سبعين سنة الا هبابة لا تذكر ايه اللي فتح هذا الكلام موضوع منا شالبي وبعد ايدي بد ورد جدا ان منا شالبي تكون مذنبة فعلا ورد جدا ورد جدا انها تكون جايبة المخدرات اللي صوروها دي واللي هي بالمناسبة بتتبع في اغلب اوروبا قانوني للأسف عن نواصي محلات وبتاع بتبقى تذكرات كده الناس بتجيبها حاجات صغيرة ومصصات بالماريجوانة ومعرفش ايه موجودة في كل اوروبا للأسف بتتبع قانون ورد جدا ان دا يكون فيه شيء من الحقيقة لكن اللي خلاني انتبه لتلك الحكاية لقلت حضرتك معلش يصبر علي بس اللي بكرة عشان اكلم حضرتكم فيها اللي خلاني انتبه لتلك الحكاية هي الرائحة العفنة المصاحبة لتلك القصة المثيرة مان اشانا بابطوا عليها الحق خرجوها طالع معاها ودي صاحبة شيرين رائحة عفنة لا يمكن تخطئها في مصر الا اذا كان عندك مشكلة في الشم لازم ترجع نفسك ريحة زي ريحة صلاح نصر وصفوة الشريف وافلامهم الجنسية لخدمة مصر تلك الافلام وتلك القدرات والوسخات التي لم تنتهي الا بعد نكبة وواقصة الامة في سبعة وستين ريحة اللي شمتها في حكاية مننا شلبي زي ريحة قصة امال ماهر مع شوال الرز والتي ازكمت الانوف ولم ينهيها العسكر شكليا الا لما السعودية متنعت عن تشحيتنا فلوس جاية من الشاحات فحبوا يكيدوا ظل ابن سلمان تركي قال الشيخ نفس الرائحة العافنة دي شمتها مع حكاية القبض ثم الافراج عن مننا انها شلبي في ساعات دخل مخدرات بتروح عشان الديلر بتاعها في امريكا يجيب لها ما تشتهي الانفس لا دي مش مخدرات بس دي معاها من وشتات جنسية يا ولا ايه الحق يا ولا اخر وساخ كل الاخبار دي عدة تاني يا عبدالله لو تكرمت كل الاخبار دي في شبه الدولة زي ما اقول لحضرتك كده زي ما بواريك كده كل الاخبار دي في شبه دولة اخصة الصحافة حرفية ومحدش يقدر ينشر حاجة من اللي انتوا شايفينها دي غير بتعليمة سامسونجية نسبة الى سامسونج كل مواقع دي مخابراتية بامتياز فيش حد يقدر ينشر حاجة غير بتعليمة واضحة جدا وإلا رقابته هتكون التمن ممكن تحصل غلطة في الصحافة في اليومين دول ويمسحوها على طول وتختفي واعتذر الصحافة انما شلال اخبار بهذا الشكل فالحل اللي بتطلع عن ريحة دي لازم تكون من طبخ العسكر وفكرك باخر وزير اعلام للمخفي اسامة هيكل وجملته الشهيرة افكرك بيها حتى استقر نظام الحكم بي وجود الرئيس عفتاح السيسي اصبح النهاردة في صحف بتتعامل بدون وجود الصحفي نفسه يعني الخبر نفسه اصبح انه هو جاي جاي ففي صحف بتتعامل مع صفتوير النهاردة حالك بتبعت الخبر وهي بتكتبه بالصياغة اللي هي ضابطة بيه الصفتوير بتاعه ده وزير الاعلام اللي نسفوه بعد ما هذا قال هذا الكلام لانه ما فيش حد ممكن يغير في هذا المشن والسامة هيكل يعني ابنهم مراسل حربي وبتاعه وزير الاعلام قال لك مفيش اي حاجة فلما لقيت الشلال ده بدأت ركز مش بس المواقع الرسمية لما يطلق عليها الصحف الكومية لا كل حسابات الدمواب الاكتروني في اقل من ساعة شغل على حكاية منا شلبي باقصى قو صور لي منا شلبي حقيرة جدا وصور ما عرفش ايه والقصص زي اللي بيحصل معنا بالزبط وشوف يا وقت باسبور منه شوف عندها كام سنة منتهى الخصة منتهى الخصة لا يمكن يخرج الجواز جواز الصفر في دولة لازم تعترف انه في تلك الدولة اقصد اعلامها عن عمد عايز صورة جواز الصفر لازم تكون متأكد ان صورة الجواز لا يمكن تخرج البتة الا بامر مخابراتي بس عضيك الحاجات يعني مش جايبة اتنين كيلو بتاع اي حد صفر اوروبا عارف الحاجات دي وسورة الجواز ده مخابراتي حقير لازم تكون متأكد ان صورة الجواز لا يمكن تخرج البتة الا بامر مخابراتي ومين اللي ممكن يمس الجواز منا في تلك اللحظات الا زابط الجوازات او المخابرات اللي كانت بتساوي منا في تلك اللحظات ركز معايا بالله عليك هم كمس زيق وهسيب لك الموضوع يطلع اه اه واحد اكاد اسمع قائل وانت بتدفع عمينا اللي فيها ما فيها والوسط اللي فيه وفيه يا عمي يا عمي ما تدفعش اللهم اهلك الظالمين بالظالمين هنا خطأ فادح هنا خطأ فادح بيقع فيه الكثيرون ويستغلوا العسكر اسوأ استغلال لمدة سبعين سنة لم اكن ادفع عن اعتماد خرشد لما استضفتها بعد الثور في حالة قلبت الدنيا كنا بنوري الناس كيف تدار دولة العسكر المظلمة والتي لا يدخلها النور عشان تعرف ان لما الدنيا تكون مظلمة وما فيش حريات وما فيش اه اه مجالس شعبية ولا فيه صحافة ولا فيه حاجة شوف العفانة بتصل لفين ما كناش مندفع عن حد انا وزميلي هشام عبدالله في حلقتين بزعوا منهم في غاية الاهمية بتاعت العسكر والفين ما كنتش بدافع عن امال ماهر التي صحقت فعليا مع ان الناس كتيرة شايفاها هي اللي بعت نفسها لكن ده مش مبرر مش مبرر دي غلطة كبيرة جدا يا جماعة هكذا هو الحال مع منا شالبي اذا كنا عايزين بلد حقيقية فياجب ركز بالله عليك في تلك الجملة اذا كنا عايزين بلد حقيقية يجب ان نطبق العدل على ابعد شخص في هذه الدولة عندك يعني اخر ابعد واحد ان يكون شبهك لازم تكون حريص ان ياخد حقه بالعدل والقانون ابعد شخص عنك يعني المختلف عنك في كل حاجة هي دي الدول اللي بجد وحينها فقط يسود العدل يسود العدل امتى لما نحرص على توفير العدل والحق لابعد شخص مختلف عننا الناس اللي بتتكلم وتهيل الاتهمات والطعن في الشرف والعرض انا اسف ان انا بقول مش فاهمة هذا الدين صح مش فاهمة هذا الدين صح هذا الدين لما جي القبط المصري يشتكي لسيدنا عمر ما قالوش انت مسيحي وجاية تشتكي ابن امير وولي مصر انت تجننت هذا الدين يمثله سيدنا عمر ايضا لما كان بيعس بالليل وشاف سراج لمبا يعني في بيت كان قاعد فيه شيخ كبير الشيخ الكبير ده قاعد بيذكر بيذكر ومعاه مغنية قاعدت انسه وفرفش سمح امه وكان واضح اللي بيحصل فالشيخ الكبير قاعد بيذكر ومعاه المغنية فسيدنا عمر نطع البيت عشان يمسكه متلبس وقال سيدنا عمر ساعتها وهمنا قصية جدا للشيخ الكبير قالو ما رأيتك الليلة منظرا اقبح من شيخ ينتظر اجله انا يعني ده اسوء حاجة شفتها في حياتي يعني انت شيخ بينكم من القبر ثانية ايه اللي انت بتعمله ده ده كلام سيدنا عمر فالشيخ اللي كان بيذكر ومعاه المغنية قالو لزم ما كانك يا امير المؤمنين انت فعلت الاقبح ربنا قال لا تجسسه وانت تجسست ربنا قال وقته البيوت من ابوابها وانت نطيت من فوق السور فقال عمر صدقت ثم خرج سيدنا عمر عاضا على ثوبه بيعد ثوبه ويبكي وقال ثكلت عمر امه اللي لم يغفر له ربه ان لم تطلب الحق والعدل للجميع وكان لديك ميزان مائل في دولة زي مصر فيها اكتر من مئة مليون بني ادم مختلف الاهواء والمشارب متبينين في التزامهم ايما تباين اذا لم تقم ميزان الحق فعلا ورفعت الظلم حقيقة عن الكل فلن يستقيم الامر انا مش هندور على العدل على اللي معانا او اللي هوانا هي صعبة بس لازم نقوم نفسينا اذا كنت تتحدث على العدل والقانون فيجب ان تتلمسه لاعدائك والمختلفين عنك والسائرين في غير طريقك قبل اي حد اخر وحينها وحينها فقط تقيم دولة الحق والعدل ماينفعش كمان تقول دي طلعت بالكفالة بنفس اليوم ده من الحاجات الدقيقة على عكس فلان وفلامنا المظاليم هي طلعت بعد ما العسكر عمله اللي هم عايزينه وكسروا عنها والحكاية خلصت والصحيح والعدل انك مش تطلب ان هيها تتظلم عشان تتساوب المظلومين الاخرين الصحيح والعدل انك تطالب بالعدل للمظلومين ولا تطلب لمظلوم انه يظلم ليكتول كل بنار الظلم عشان نبقى كلنا واحد دي مش الطريقة ده العكس تماما دي محاولة التماث العدل بجد ان المظلوم تحاول تشيلها من عليه لو حد ناله شيء من العدل ما تقولش ازاي وليه زي ما بعض كان يقولك مش مانع علاقة بفتاح يا عم هو نصيبه كده لا يقعد زي البقيين زي ما كله مظلوم لا دي مقاييس خاطئة لم يفلح قوم يا جماعة اختلفت عندهم الموازين على حسب الحب والبغط ايه المقدمات دي موضوع ده اخطر حاجة في بلدنا يا جماعة غياب شبه كامل للقانون اسمع بقى ما نزعم انه الحقيقة وهو ما لم نذكره قبل ذلك لكي لا يضار احد نقى بنفسه جانبا حلو الفصحة ده حلو الفصحة اسمع ما لم نذكره قبل ذلك لكي لا يضار احد نقى بنفسه جانبا من دي بعيدا اي توصيف حضرتك تحب تقوله عليها حاولت بكل ما اتيت من قوة الا تكون فنانة معرضة لهذا المجرم من اللي اللي قول عليها زي ما انت عايز تقول رفضت التطبيل للمجرم زي ما عمل عشرات من زملائها اما زملائها اللي عملوا التعريض ده اما عن طيب خاطر او نتيجة الرغبة في اكل العيش او خوفا ورعبا من سيف الدليل الحقير واللي بالمناسبة السيف بتاع الدليل الحقير سيفه بيكون اسوأ كثيرا من سيف بني ادم عزيز وده سيف السيسي الحقير الدليل سيفه بطار منا حاولت على قدر ما استطاعت ما عنديش تأكيدات للحقيقة اللي طلعت يوم القبض على منا حقيقة مقابلتها لزملائها واصدقائها في امريكا خالد ابو النجا وعمري واكد ما عنديش تأكيد وما عنديش تأكيد المخابرات كانت متتبعاها زي ما بتتتبع دم دبت النملة زي ما تتبعوا كده عب منها اما بالفتوح ربنا يفك اسره هو واللي زيه في لندن وعصفوه بكل من قابله حينها ما عنديش تأكيد ان منا عملت كده في امريكا لكن الاكيد المعلومات اللي احنا متأكدين منها اللي احنا عارفينه وكنا بنسكت عشان ما حدش يضر الاكيد ان العرب الجديد في عشرين عشرين من اكتر من سنتين من اكتر من سنتين نشرت هذا التحقيق عن الفنانين المبعدين من جنة العسكر واتكلمت عن عمر واكد وخالد ابو النجا ومحمد شمان وهشام عبدالله وغيرهم كل الفنانين المخضوب عليهم محمد علي وإيمان البحر درويش اللي فين إيمان البحر درويش واتكلمت عن كل هؤلاء واتكلمت أيضا من اكتر من سنتين عن منا شلبي لما كانت منا بتبحث عن محل العسكري عشان تشتغل كتبت العرب الجديد وقالت بص حضرتك بص حضرتك ومن هذه الأسماء النجمة منا شلبي مالها بقى منا شلبي الكلام ده ايه خمسة وعشرين يناير عشرين عشرين لا يكاد يقترب من ثلاث سنين واخد بالك التي اتجهت بناء على ذلك للعمل مع منصة شاهد نت التابعة لمجموعة ام بي سي السعودية وبحسب مصادر مقربة من منا شلبي تحدثت للعرب الجديد فإن هذه الفنانة الشابة تبحث الآن عن وسطه تبحث الآن عن وسطه عند أحد الضباط المسؤولين لتعود من العمل من جديد وهو نفس المشهد الذي تكرر من عائلة آل العدل اللي تم استبعادهم من العمل لسنتين متتاليتين إلى أن تدخل مسؤول كبير بوساطته عائلة العدل شخصيا عائلة يعني جميلة دي جميلة زي عائلة قديم كده كانت ممنوعة برضو ونتيجة تلك الوسطة شكاية بقولك الواحد بيسكت وليس كل ما يعرف يقال ونتيجة تلك الوسطة منها اشتغلت عارف خليها تشتغل فين؟ في بتاعة طلوع الروح اللي هي ضد داعش المنقبات والبتاعها مع النيكسة اللي اسمها إلهام شهيد حزاء كل حد عسكري النيكسة هنا على أداء السياسي مناش دعوة بأداءها لأي حاج يشهد ربنا النيكسة زي كل حد معرض خلوها تشتغل في هذا المسلسل واللي هو برضو مش في مصر ريحة الانتقام واضحة وتسكم القنوف ودرس مبارح والنهاردة وبكرة طول ما الشعب ساكت درس للعسكر لا يملي من تكراره إن كنت معانا ومعرض وتحت بيدتنا فدمك مغفور وإجرامك سيصبنا بالسعادة والحبور أما إذا أردت إنك تعارضنا أو حتى رفضت تقف في صفنا وقلت إنه مليش بالتعارض فحتى إنك تلزم بيتك لن يحميك من نهش عرضك وجعل لحمك أو لحمك مستبحا منا طلعت بكفالة وارد جدا جدا يطلعوها تشتمنى بكرة أو تعرض للعسكر زي ما عملت أمال ماهر مع إن ربنا سخرنا ليها وكنا سبب في إزاحة الظلم ولو قليلة وارد جدا إن منا تطلع تشتمنى بكرة أو تعرض للعسكر زي ما عملت أمال ماهر وأبلها كتير لكن ده لم ولن يكون سببا ألا نصدح بما نزعم أنه كلمة حق من أجل مظلوم أو مظلومة يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء ولا يجرم أنكم شرقان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ترجمة نانسي قنقر